بين العسكر وأمراء الحرب حملت الانتخابات البرلمانية السورية دلالات كثيرة بعيداً عن معايير الحرية والشفافية يبدو النظام متمسكاً كما دائماً بمساره العسكري والسياسي في ثالث انتخابات منذ بدي الاحتجاجات قبل تسع سنوات المنافسة الفعلية كانت على سبعة وستين مقعداً فقط مخصصة لغير الحزبيين ومنهم رجال أعمال وحرب أما باقي المقاعد المائة والثلاثة وثمانين فكانت من نصيب مرشحي حزب البعث والأحزاب المرخصة المتحالفة معه في الجبهة الوطنية تقدمية فهؤلاء المرشحون باتوا بحكم الفائزين منذ تسميتهم معتمدين على قاعدة البعث والعملين في القطاع الحكومي الانتخابات جرت بصرف النظر عن المساحة الجغرافية التي تسيطر عليها قوات الحكومة أي نحو ستين في المائة من مساحة البلاد محافظات إدلب والحسكة والرقة وجزء من دير الزور خارج السيطرة لكن الانتخابات جرت في مناطق النزوح الدستور الحالي والمعدل في عام 2012 يسمح للعسكريين ورجال الأمن بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية أما السوريون خارج البلاد وهم بالملايين فلا يمكنهم الاقتراع رغم ذلك إن نسبة التصويت في الداخل كانت منخفضة جداً لافت هو خروج أعمدة من البرلمان بينهم رجل الأعمال محمد حمشو الذي انسحب قبل يومين من الانتخابات بناء على توجيه بعثي والخسارة المفاجئة لرجل الأعمال الحلبي فارس الشهابي المعروف بولائه للسلطة والذي اتهم ما سماه بتحالف الفاسدين وأمراء الحرب بالمسؤولية عن خسارته بين الوجوه الجديدة من جمعوا ثروتهم في السنوات الأخيرة وآخرون من قادة الفصائل والميليشيات التي تقاتل إلى جانب قوات الحكومة وخصوصاً من المحسوبين على طهران وموسكو